اشتركوا في القناة في عام 1948 وهو النجل الأكبر للراحل الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان عين الشيخ خليفة ممثلا لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ورئيسا لنظامها القانوني في أغسطس من عام 1966 كما عين في عام 1969 وليا للعهد لإمارة أبوظبي وفي عام 1971 1971 تولى رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي بالإضافة إلى عمله كوزير للدفاع والمالية في هذا المجلس وفي عام 1974 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي كما عين في عام 1976 نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة وفي الثالث من نوفمبر من عام 2004 أصبح رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكما لإمارة أبوظبي وعلى مستوى السياسة الخارجية فقد عرف الشيخ خليفة بنهج سياسة خارجية نشطة ومتوازنة تعزز دور بلاده إقليميا وعالميا كما كان من أشد المناصرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي واهتم كثيرا بالجانب الإغاثي والإنساني وذلك من خلال عديد من الأنشطة كما تعد مؤسسة خليفة بن زياد آل انهيان للأعمال الإنسانية ثالثة أكبر جهة منحة للمساعدات الخارجية من خلال إيصال المساعدات لأكثر من سبعين دولة في مختلف أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر